وكنا عندي سلطة المستشار وكنت بقول على مسألة الأرقام اللي بتتقال فيه إنه عربيات موجودة في المواني بعض التقيلة الـ 29 يوني قالت ممتشر واللي قالت كذا 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 مهم إن أنا عندي كمية عربيات كبيرة هل العربيات دي لما يخلص كل أوراقها وتدفع كل الرسم ودخل السوق إحنا كده مش هنواجه بأزمة كبرى بقى كتجار خدتنا بقى صف التجارة أو أزمة كبرى كتجار أنا مش عارف أعمليه بالعربيات مفيش ملاقة ملاية عند الزبون العربيات دي ما تكفيش 15 يوم يعني الناس ما عروسش العويات الرقم اللي موجودة فاندب الرقم اللي موجودة ما يتكفيش بالزبط 15 يوم أوكي كويس الرقم اللي موجودة يعني أنا عندي رقمين فيه رقم خارج من مصلحة الجمارك 18 ألف عربيات وأنا كنت فيه النهاردة كنت كنت فيه مصلحة الجمارك وفيه رقم خارج من سيادة اللي هو عبدالرقوف أحمدي اللي هو رئيس الرقابة الصناعين أنا كنت في اجتماع معي كان أربع ساعات مبارح ورجل محترم جدا ودقوب في عمله جدا جدا وقال تقريبا هم 12 ألف عربية كويس أي أن كان الـ 12 ألف عربية أو هم 18 ألف عربية في كلتا الحالتين دول ما يكفوش في مصر 15 يوم احنا القوام بتاع مصر تقريبا في أضعف الحالات 240 ألف عربية مبيعات سنوية؟ اه في أضعف الحالات يعني كويس فعايز أقول له حضرات دول مش مش عاملوا حاجة يعني ماشي؟ ولكن احنا عندنا مشكلة ما هي أكبر من كده اللي هي ايه؟ طب بعد ما دول يتباعوا هو على مستوى العالم حضرات طبعا مطلع على اللي بيحصل برة ومطلع على كل المصانع على مستوى العالم تقني يعني مش احنا بس جايز؟ بعد العربية ديت ما تتباع إيه اللي جاي؟ هل في عربيات؟ حضرتك شاي ببرة في عربيات؟ شركات كبيرة قالت أنا وقف انتاج للوقت لحد من الحرب تخلص دعا دعا أنا مش عايز أقول أسامي يعني طبعا لو عايز أقول أسامي ممكن أسردلك أسردلك أسامي كتير جدا أما شركات قالت بشكل رسمي أنا وقفت انتاج لحد من الحرب تخلص بص انت عندك إيه؟ عندك الحرب وعندك المايكروشيبس وصيبك من كورونا خالص وعندك التحرك اللي حصل كل ده عالميا غير عندنا بعض القرارات الداخلية اللي بتشكل قيود على الاستراد اللي بتشكل قيود على استراد الموازئ اللي هو بيوزن السعر في السوق شوي آه طبعا والاستراد الموازئ هو اللي بيوزن السوق ماشي رومانت الم譬 mellan زي بقوله كل دي هذا المناخ يسمح إن النهاردة يكون في أي درجة من درجات المنفسة لا هل النهاردة مفيش عربيات على مستوى العالم طب إحنا بنعمل git يعني إحنا إحنا النهاردة لما مفيش عربيات على مستوى العالم طب إحنا إحنا دلوقتي بنشتك في إيه فخامة الرئيس قال كلمة جميلة جدا وانا بعيدها تاني وبعيدها في كل لقاء لو انت مش قادر تاخد العربية ممكن عليك بالاستغناء مش العربية بس اي سلعة يعني اي سلعة قال كلمة بسيطة وعرف السهل الممتنع الغالية مش تروش ببساطة يا الغالية مش تروش اوجنا نعمل بدائل يعني على سبيل المثال حبنا ابدأ اوطن صنعة العربيات في مصر زي مقال سات الرئيس وابدأ ان انا اشتغل اكتر على موضوع تصنيع العربيات الكهرباء برضو زي مقال سات الرئيس يعني عمليا احنا ممكن حتى رابطة التجار كلها هنفترض انه دلو عشرهم خدوا قرار انه هنعمل شركة واحدة وهنطلب ترخيص صناعة سيارات هنا وفي مصر سيارة كهربائية كذا في ملاءة ملائية باذن الله في تسهيلات عندنا في الربطة مصنعين على فكرة عندنا في الربطة مصنعين ومصنعين لمركات شهيرة جدا واردو مش عايز اقول عشان ايه انت بتقول دعاية اه ممكن اه طبعا طبعا احنا مصنعين عندنا في الربطة مصنعين وعندنا وعندنا وكلاء وعندنا موزعين كل الفئات موجودة ولكن الوقت الحالي على مستوى العالم صعب جدا الجمهور الكريم لازم يفهم ده انا بنصح الجمهور بايه فعلا فعلا احنا في وقت حضرتك النهار ده لازم تساعدنا وتساعد نفسك الوقت اللي جاي صعب ويمكن يعني اعلى اعلى جهة في الدولة وضحت الكلام ده عدة مرات وفي عدة دقاءات والناس اللي بتقرأ التقارير بره هتعرف الكلام ده يا جماعة احنا محتاجين في الوقت الحالي يكون في درجة من درجات المرونة يعني لا تقف على مركة معينة ولا فئة معينة ولا لون معين من فضلك مليتش طلبك في العربية الزيرو شوف كسر الزيرو مليتش في كسر الزيرو شوف كسر كسر الزيرو افتح اي أبليكيشن بتاع بيع سيارات هتلاقي في عربية بتبدأ من 25 ألف جنيه لغات خمسة مليون جنيه انت باشوف نفسك انت اللي يتنسب معك ايه مش لازم تركب اللي في نفسك اوي دلوقتي اركب اللي هو ايه يعني 80% من طلباتك بس ان انا امسك ايدك دلوقتي يعني دلوقتي افيش دعا للصرف افاش فتحة الصدر دلوقتي 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 بس سلعة السيارة اصبحت سلعة استراتيجية سلعة اساسية ما يعادش سلعة طرفهية زي زمان يعني حضرتك لازم حضرتك هتروح شغلك بعربية وتودي ولدك بعربية والخضار بيتنيل بعربية والملابس بيتنيل بعربية ومنتجات المصانع بيتنيل بعربية سلعة السيارة النهاردة سلعة استراتيجية اقولك على حاجة توصيف سلعة السيارة في مصلحة الجمارك ان هي بتيجي كسلعة طرفهية او تكملية انا شايفه توصيف غير صحيح